السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان هنا في مقر مكتبنا الجديد منذ أسبوعين أصبح هو المكتب للاستشارات إعداد خطة استراتيجية مكتب للخطة استراتيجية تتعلق بكيف تحويل الفكرة إلى المنتج كما ترون هنا كل شيء يبدأ بفكرة هنا في الغرب يقيمون ويقدرون ويرفعون مكانة أشخاص الذين يأتون بأفكار الفكرة تقدر الفكرة بشكل جدا وبالتالي يحصل إنسجام ويحصل شبكة من الذين يدعمون الفكرة كل شخص لديه فكرة يدعمون هذه الفكرة والتحويل الفكرة إلى منتج الحلقة هذه الكثيرين يسألون هل ممكن توقف توقف البرنامج الصحي والعلاجي للماء ساخن بعد الاستفادة أي بعد سواء الشفاء من مرض معين أو استفادة من فوائد صحية أخرى مثل البدانة تحفيظ الوزن وتحسين النوم وإلى خير فوائد كثيرة صحية وعلاجية فهل ممكن توقف بعد ذلك الإجابة واضحة لا يمكن توقف لا يمكن توقف نعم لماذا الإجابة بحيث أن السيارة هل ممكن تتوقف عن السيارة دورية للسيارة على سبيل المثال مستحيل لا يمكن وإلا ممكن السيارة تدهور يعني يعني يصير يعني تعطل في السيارة بشكل مستمر وتتعطل الجهزة الأساسية كالمكينة وإلى آخر وهكذا للإنسان الإنسان لكن الفرق بين الإنسان والجهاز أو السيارة سمي المثال الإنسان يعتمد على الصيانة دورية وهي وقود طبعية يعتمد عليها أما السيارة تعتمد على وقود الصح بشدة الاستمرار بشكل يومي بشكل يومي للبرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن وماذا الذي يمكن أن يحدث بعد الاستفادة سواء بعد الشفاء من المرض معين أو الاستفادة من الفوائد الصحية معينة هو ببساطة بأن الجهاز المناعي المسؤول عن حفاظه لصحة الإنسان يبدأ يتدهور تدريجيا عندما ينقص هذه السيانة الدورية فالماء الساخن يعمل على تنشيط الدورة الدموية يعمل على تحسين دور الجهاز المناعي في عملية الصيانة الذاتية عملية الشفاء الذاتي عملية الوقاية الذاتية من الإصابة بالأمراض وبذلك إذا توقفت عن برنامج الماء الساخن لفترة معينة ننصح بشدة لإن كان لأي سبب من أسباب عدم الإطالة بفترة لكلما كانت إطالة أكثر كلما أصبح الجسم يستاعب مرة أخرى هذه المواد الخارجية من المواد الحافظة والبيئة والآخر هذه كل هذه التي تؤثر على الإنسان لصحة الإنسان تبدأ تتراكم مرة أخرى فالماء الساخن بعد ائتمام عملية تصفية الجسم من هذه السموم وكل هذه البكتيريضار وكل هذه النفايات بداخله وبتالي مع توقف البرنامج الماء الساخن يبدأ الجسم مرة أخرى تدريجيا الجهاز المناعي يبدأ يضعف تدريجيا تدريجيا لذلك مع دمرور فترة من الزمن نعم ممكن الإنسان يصاب بكل سهولة بمرض أو يتدهور وضعه الصحي حتى كذلك بالنسبة للبدانة ممكن يبدأ الإنسان يزداد الوزن مع مرور الزمن وبتالي الماء الساخن لفوائده هي كلها تتعلق بفوائد الصحية وعلاجية معا في أن الواحد وبتالي لا تعامل الماء الساخن كالدواء لأن الدواء من جانبها قد ينفع لكن يترك أثر سلبي على قريبا أو عاجلا سواء عاجلا أم عاجلا أما وبتالي الدواء لا بد أن يتوقف الدواء بعد سمي المثال للشفاء من مرض معين أما الماء الساخن لا يمكن ننصح بشدة أن تحب الصحتك وتريد تعتني على الصحتك يجب الاستمرار بشكل يومي وفق البرنامج المحدد بالكمية المحددة بالدرجة الحرارة المحددة يوميا بشكل يومي إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعى لذلك ولكن يعني يجب عدم الإطالة بذلك بفترة كثيرة كما أسلفنا ذكر وهذا كان فقط تم ملاقص لذلك ونرجع من الجميع الاشتراك وكذلك الإعجاب بالقناة إعجاب الإعجاب بالمقطع الفيديو نشر هذا على كل ما عارفك نحن نعمل على زيادة هذه الحملة حتى تتحول إلى حملة عالمية حتى تتحقق الصحة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم إشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة